ازاي كوية امراض عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير نجيالكم النهاردة بحاجة حلوة قوي وصفة طحفة انا بحبها جدا احنا هنا بنعشقها وصفة جديدة هي بصوا هي الوصفة نفسها مش جديدة هي الوصفة قديمة الحمام الكذاب معروف من فترة طويلة جدا لكن محدش حشيها تقريبا بالحشو اللي انا بحشيها به تمام؟ هو الحشوة المعتادة الخلطة بتاعت الرز او الفريك او الكبد والاونس بتاعت الفراخ بيتسوى بطريقة سابتة اللي هو بيتسلق وبعد كده بيتحمر بصوا انا بقى هعمل لكم حاجة مختلفة تمام هنتجنن كده مع وعد شوية وهنحشي لحمة مفرومة جبنا موزارلة هنشوي على الفحم وكمان هقول لكم على كذا طريقة للتسوية مش هقول لكم على طريقة واحدة للتسوية يعني هقول لكم على كذا طريقة تقدر يتسوي بيها هقول لكم على اربع طرق للتسوية انا عملته في الفيديو ده على الفحم احنا بنحبه جدا على الفحم لان هي بتعتبر احلى طريقة بسوي بيها الحمام الكذاب هي على الفحم هنعمله بخطوات بسيطة خالص بيبقى حاجة طعم مضحفة جدا مش هيكلفك خالص صدقيني والله بياخد كمية لحمة قليلة جدا ما بيكلفش خالص مش مكلف وبالعكس بيشرفك جدا وطعمه مختلف وكل هيدوق وهيحبه جدا انت لو عندك عزومة جربي الطريقة دي ودعيلي تابع معايا الفيديو وشوفوا احنا عملنا ازاي وشوفوا طلعتوا حلوة او كده ازاي يلا نتابع الفيديو السلام عليكم ازيكم يا امروات عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وصفة النهار ده حاجة بالنسبة لي انا بحبها جدا بحب اعملها جدا جدا يعني متميزة بيها شوي انا يعني بعملها بتركية بسيطة كده او بغير فيها حاجة بسيطة كده بتخليها تحفة حرفيا تحفة لو عندك عزومة عايزة تعملي حاجة جديدة حاجة مختلفة حاجة تشرفك قدام اللي انت عزميهم جربي الحمام الكذاب بالطريقة بتاعتي دي هيعجبك جدا جدا ليه لانها بصراحة حلوة قوي بطريقة بسيطة بطريقة سهلة هنحشي بحشوات مختلفة عن المعتادة اللي تشهر بيها وتعرف بيها ومش هتكلفك خالص بالعكس والله بكميات قليلة وبكميات بسيطة وفي نفس الوقت هيديكي طعم حلو جدا وهيبقى مختلف عن اللي انت متعود عليه الحمام الكذاب انتشر بان احنا بنحشيه بروز او فريك او الكبد والقوانس بتاعة الفريخ لأ المرة دي احنا هنحشيه بحشوة مختلفة هنتبيله بتتبيلة مختلفة هنسويه بطريقة مختلفة حتى طريقة التسوية نفسها تبقى مختلفة عن المعتاد وهقولكو كزا طريقة مش طريقة واحدة هنسمي الله كده مع بعض وهنبدأ مع بعض على طول بالمكونات ونشوف احنا معاناين انا معايا الوراك بتاعتي شرياها من المحل بتاع الفراخ تمام وغسلتها كويس بتجيبيها بتخسيليها كويس جدا الاول وبعد كده انت بتجيبيها الاول انت بتجيبيها من عنده بتقولون انا عايزة وراك مخليه حمام كده هو هيخليها لك هو هيشير العظم اللي فيها كلها بيبقى كده ما انت شايفة الجلدة بتاعتي اهم حاجة اهم حاجة تكون الجلدة زي ما انت شايفها كده هو هيخليها ويزبطها ويشير كل العظم اللي فيها وهيخليها جاهزة معاي تمام اهم حاجة عندي يا بنات الجلدة بتاعي الجلدة لازم يكون زي ما انت شايفة كده لان انا بخيطها في الاخر وانا مش عايزة لما اجي خيطها تتهري مني لان انا اهم حاجة عندي في الوصفة ان انا اخيطها كويس الوصفة بتاعتي هتبوز مني حتى لو عملت فيها ايه لو الجلد بتاعي بوز مش مظبوط هو خلالي دي مظبوط تمام لكن هو خلالي واحدة غلط بصوا شوفوا ركز معي شوفوا دي مخلية بالطريقة عاملة ازاي تمام شوفوا دي بقى خلها ازاي قطع الجلد ازاي كده الجلدة بتاعتي مقطوعة انا هخيط كل ده لا انا مش عايزها تتقطع كده انا عايزها تتقطع بالطريقة دي ولو انا عايز اخلي حمامكة ده بس انت يركزي اهم حاجة الجلدة دي مايقطعهاش يسيبها زي ما هي تمام بقنا كده معي اربع وراك مخليين غسلهم كويس جدا نقعتهم في محلول النقعي التاعي اللي هو ملح لمون خل طماطم دقيق ونقحها فيه شوية كده خلاص الوراك بتاعتي معايا جهزة بسيبها بقى شوية منقوعة حوالي تقريبا نص ساعة بسيبها منقوعة في المحلول ده عشان نتأكد ان هي خلاص كده معايا تمام نضيفها جدا اللي هو رأيه كده معايا بتاعتي جهزة بعد ما بجيبها وبخسلها وبنقحها في المحلول بتاعي بتكون جهزة معايا خلاص كده انا هبدأ اجهز في التدبيلة بتاعتي هنشوف معانا ايه دي في التدبيلة معايا هنا طماطمتين مبشورين معايا هنا بصالية المتوسطة مبشورة معايا جزارية صغيرة مبشورة معايا هنا قرنيفرفل مبشورة على النعم معايا كل دول مبشورن عن نعم يا بنات تمام معايا افصين توم مبشورن عن نعم معايا شبط وكسبرة مدقوين كويس جدا هدقوهم كويس جدا وهخرج المالج وهم زي ما عرفتوك وبخرجها ازاي معايا هنا التوابل بتاعتي معايا توم بصل بودر معايا ورد سبع حبات معايا فلفل اصمر معايا حبها المطحون معايا ملح زي ما انتي عايزة معايا كاري ويكمون معايا جنزبيل ومعايا سنة صغيرة ارفة عايزة تستغني عن الارفة مفيش مشكلة تمام معايا جبنة موزاريلا ا او ميكس جبن زي ما انتي عايزة ايه اللي رايحك تمام؟ اه معايا هنا قولي حوالي ربع كيلو لحمة مفرومة هو اقل كمان على فكرة من ربع كيلو لحمة مفرومة بس اعتبري ربع كيلو لحمة مفرومة معاستجة ببصلية صغيرة خالص بفصين توم بحبايتين حبهان بشوية لورة طوبلك بقى زي ما انتي عايزة عصا جيب باي ترجع انتي عايزة عصا جيب يعني احنا الوقت هنعمل ايه دلوقت هنجهز التدبيلة بتاعتنا اللي احنا هنتبل فيها الفراخ دلوقتي مش عايزة اللحمة والمتزرلة في حاجة هركنهم على جنب لحد ما هتبل الفراخ بتاعتي هجيب البولة بتاعتي اهو تمام؟ وهنزل معايا بالخضروات اللي انا مقطعها دي كل الكلام تايبنات ما بشوره على النعم اهم حاجة نبشوره على النعم دلوقتي هنزل معايا بالتوابل بتاعتي هحط تاني معايا لمونة هي انا كنت نسيت اقول لكم عليها تمام؟ هنعصرها لمونة كبيرة لو لمونة صغيرة يبقى عصوري اتنين تمام؟ اهم حاجة عندي نزبط التدبيلة يا بنات التدبيلة دي بتديها تستحلوق في الطعم هحط لها حوالي معلقتين كبار خل وهحط معهم كمان حوالي معلقتين كبار زيت كده التدبيلة بتاعتي اللي انا هتبل فيها الفراخ جاهزة معايا خلاص انا هخلطها كويس جدا زي ما انا متعودة معيكو لازم اخلط التدبيلة سوري اخلط التدبيلة كويس جدا لازم اعصرها كويس جدا في بعضها عايزة كل الخضروات تخرج العصارة اللي جواها وتخلطها اخطلط مع بعضها عشان ترفع معايا تست بتاع الطعم تمام؟ دلوقتي انا هاخد معايا الفراخ بتاعتي واحدة واحدة تمام؟ هحطها في التدبيلة كده بالراحة وانا بحطها في التدبيلة بصي اتكي عليها كويس جدا انا عايزة التدبيلة تدخل جوة الانسجة بتاعة اللحم بتاع الورك بتاعي كلها كده كده هي من غير العظم بتاعها فسهل قوي ان التدبيلة تخش جوة الانسجة بتاعتها فانتي بيديك كده اتكي علي اللحم بتاع الورك بتاع الفرخة واتكي عليها كويس جدا هتتشرب معاك كويس جدا دلوقتي انا خلاص اول واحد جهز معايا اهو هنعمل التاني بنفس الطريقة ده اصابعت تكون بتتغرس جوة اللحم علشان خاطر تدخل التدبيلة جوة الانسجة بتاعتها كويس جدا تمام؟ تابتناها كويس جدا مع بعض اهو انا بعد ما هتبلهم كلهم بالطريقة دي هحطهم كلهم في البولة اللي فيها التدبيلة يعني انا هتبلهم كلهم بنفس الطريقة وهتكي عليهم كويس جدا عشان انا عايزة هتتشرب التدبيلة كويس جدا وبعد كده هرسهم كلهم في البولة تاني يعني انا هرجحهم تاني في البولة اللي فيها التدبيلة وهاركنهم على جنب مش هشتغل فيهم دلوقتي بص يا بنات اخدوها قاعدة كده اي حاجة عايزة تتبل لحوم سمك فراخ بتحب التدبيل التدبيلة تغيب فيها ما بتحبش التدبيلة أعملها وخلاص واشتغل على طول أقل حاجة خالص خالص معيك في الوقت عشان تطلعي نتيجة حلوة جدا نص ساعة أنا كده نقعتها خلاص في التدبيلة بتاعتي أهو أقل حاجة بنات نص ساعة يعني بليس حولي على قد ما تقدري. أنت لما تكون ما عندكش وقت وعايزة تشتغلي في حاجة على طول اكتب ليها الأول وبعدين تجهزي حاجاتها أنا دلوقتي هسيبها مركونة معايا كده حوالي نص ساعة أو لحد ما أخلص اللي ورايا بوقت أكتر ما فيش مشكلة هسيبها وأرجع لكم أنا كده خلاص عدامايا نص ساعة بتاعتي أنا أصلا سبتها أكتر من كده بكتير يعني أنا بقى ليس ساعة ونص تقريبا حوالي سايبها دلوقتي هشتغل فيها أهو زي ما بفتلك كلما بتغيف التدبيلة كلما تبقى أحلى أنا كده معايا الورك بتاعتي شوفوا بعدما التبل هو كده شورب التدبيلة بتاعتي خلاص كده جاهز رخامة بتاعتك نضيفة أهم حاجة تكون الرخامة بتاعتك نضيفة عشان شغلنا كله دلوقتي هيكون عليها تمام أنا دلوقتي خلاص معايا الورك بتاعي جاهز بنفتحه كده على قد ما نقدر نجيب بقى دلوقتي اللحمة ونجيب الجبنة عشان دلوقتي احنا هنشتغل هنهشي تمام دلوقتي همسك وفتحه كده على قد ما أقدر هفضل اتكه عليه كده وفتحه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده تمام وبعد كده هحشي حبة جبنة احشي بصي الكمية اللي انت عايزها بس أنا عايزة الكمية بتاعتي تكون كمية مظبوطة يعني ما تكونش كتير وما تكونش قليل بصوا أنا بحشي جوه جوه اللحمة بصي أنا الجلدة بتاعت الوركة منديش دعوة بيها مكان العظم اللي تشال أنا هحشي يعني دلوقتي هحشي الجبنة مكان العظم هتكه عليها على قد ما أقدر الجبنة يا بنات لما بتسيح الحجم التاحها بيقل فاقحشي جبنة كويس وبعد كده حطي كمية اللحمة اللي انت عايزها بصي مع الممارسة هتعرفي الكمية اللي هو محتاجها ايه مع الوقت هتعرفي انت محتاجة تحطي كمية قد ايه عشان يطلع معاكي مظبوط ما بياخدش كمية كبيرة خلص يا بنات اقسم بالله بياخد حبة صغرين جدا وبيطلع تحففة في الاخر فانتي يحشي على قد ما تقدري ما تخليهوش متكدس قوي عشان خاطر ما يفرقعش مني ويبوز مني وما تخليهوش مش محش قوي فيبين ان هو فاطي لأ انتي مهما قطرتي يخد يبالك مش هياخد لحمة كتير قوي يعني كل اللحمة اللي أنا حطتها دي مش هتكمل معلقتين تلات معالق لحمة تمام وحطي على وشها شوية جبنة كده هجبك قوي جربي بالطريقة دي هتنسي اصلا الطرق التانية اللي انتي كنت بتعملي بيها مش هتعملي غير بالطريقة دي وبالذات لما تجربيه هتعرفي وقدي ايه مش مكلف خالص والله نتكي عليه كويس جدا كده هضغط عليه الجوه علشان خاطر اعرف ان انا اضبط المساحة اللي عندي فيه مكان عندي فاضي لسه هحطي فيه ولا خلاص كده فيه مكان عندي فاضي هحطي فيه هحط وهقفله كويس جدا عشان انا هقفله دلوقتي بصوا التاني كنا بنقفله بخلة تمام فالرز لان كده كده الرز مش سهل انه يتكبه مدام قفلتي كويس بخلة خلاص لكن اللي محشي باللحمة والجبنة ده اللحمة هتسحفها هتتكبه مني انا مش عايزة كده انا عايزة الوصفة بتاعتي تكون مصبوطة فبالتالي انا هخيطها بالخيط كده تمام هجيب بقى الابرة والخيط وهخيطها كويس جدا يا بنات همسك الابرة والخيط بالراحة كده من اول الفتحة زي ما انتوا شايفين كده بصوا من اول الفتحة خالص اهو وبعد كده هعمل ايها خيطها بالراحة بالراحة جدا يا بنات عشان الجلدة بتتقطع هي لو تقطعت منك مفيش مشكلة هنروح لحتة تانية وناخدها من حتة تانية بس لا انا مش عايزة تتقطع انا بالراحة كده بسمي الله وبشتغل بالراحة كده وبقلب جامد ومقلقش زي ما احنا متفقين جميدي قلبك وعملي اي حاجة هتطلع معاك حلو قوي اهم حاجة ان احنا نعمل بس الحاجة بألف جامد كده ونسمي الله وبالراحة ونعملها وحنا حابين نعملها هتطلع حلوة والله نخيطها بالراحة كده واحدة واحدة هنقفلها كويس جدا مش عايزة فيها فتحات خالص انا عايزة اقفلها كويس قوي واشد الخيط بالراحة بس في نفس الوقت اشده جامد يعني هسحبه بالراحة وهشد جامد كده عشان خاطر الجبنة متسحش مني وتتكب عشان ما تبوزليش المنظر الوركة بعد كده وارجبنها تتكب فالطعمة مش هيبقى زي ما تكون كلها جوه انا عايزة كل المكونات بتاعتي تكون جوه وتستوي براحة هو اصلا كده كده ما بياخدش وقت في السوى خالص بالعكس ده بيستوي بسرعة جدا جربيها هتعجيبك جدا وبجد مش هتعمل الطريقة التانية والله بعد كده هتعتمد الطريقة دي بعد كده هي سهلة قوي مش مكلفة خالص وبتشرف جدا وبالذات لو عندك عزوما بقى بيبقى حاجة حلوة جدا بالراحة كده وانخيط بنفس الطريقة تمام؟ بالراحة كده يا بنات اهو واحدة واحدة هتتخيط معي وتبقى زي الفل نسي واحدة واحدة كده هندخل كل الحتة الزيادة اللحمة الزيادة الجلدة الزيادة كلها هندخلها جوه وهنقفل عليها بالراحة خالص حتى لو قطعت منك يا بنات ما تقلقيش هتعملي من مكان تاني ممكن تقطع مني في اي وقت وانا بخيرت دلوقتي هعمل من مكان تاني خالص وهتبقى زي الفل ماش هتبان خالص واحدة واحدة انا كده هزودها شوية كمان لاني انا محتاج اني عزيزة تتزود حبة كمان فانا هزودها كمان شوية تمام؟ اللمها كده على بعضها اهو واحدة واحدة على بعضها بلمها بحاول خليه ارجعه وركة زي ما كان عملش فيه اي حاجة خالص شد الابرة بالراحة قطعت معاي اهي بصوا هاجي بعدها زي ما انشفتوا كده وهقم خيطها بالراحة كده يبقى هاجي بعد الحتة اللي قطعت وهخيط عادي مفيش اي مشكلة معايا وهكمل كي انا محصلش حاجة وهكملها كده على بعضها لماها على بعضها كده تمام؟ لماها على بعضها كده واحدة واحدة اتلمت معايا وهيتقفل معايا وهقفل عليه كويس جدا زي ما انتو شايفين كده بالراحة بس عشان الابرة ما تخشش في ايديك تعورك اهم حاجة واحدة واحدة انا مش عايزة اللحم بتاعي يكون بين خالص لو عندي فرق بين اللحمة والجلد لان انا هجيب الجلدة هضمه على اللحمة مش هسيب اللحمة بينها تمام؟ اهم حاجة الجلد يكون مغطي المكان كله بصي انت مع الوقت والممارسة والشغل هيبقى الخياطة بالنسبة لك سهلة جدا وهيبقى الحشو بتاعك هتقداري الكمية اللي هتخش في الوركة لان طبعا الورك كلها مش قد بعضها كل حاجة لها حجمة معين وكل حجم بياخد كمية معينة تمام؟ يعني فيه اصغر من كده بياخد كمية أقل طبعا والاكبر هياخد كمية أكبر طبيعيا بس انت مع الوقت ومع التكرار هتحفظي انت الواحدة كده هتعرفي كل واحد بياخد قد ايه هنكمل بس مع بعض كده بالراحة اهو واحدة واحدة مانات مع بعض تسمي الله ما نستعجلش كل حاجة هتبقى زي الفل والله كمي دي بس قلبي كده واشتغلي بالراحة والدنيا هتبقى زي الفل وهتبقى تمام انا بس هخلص ده وبعد كده هكمل الكمية التانية الواحدة بس عشان الوقت اللي انا كده هاخد معك وقت كتير قوي ولما اكمل الكمية التانية انا هنرجع نشوف هنسويها ازاي هنسويها لكم برضو بكزة طريقة يعني هقول لكم كزة طريقة هنسوي بيها بصوا بعد ما اتخيط اهم حاجة يكون بالشكل ده كده في الاخر واحدة واحدة بيرجع زي ما كان مع بعض كده انا بصي انا مش هاعقد انا هخيطها بس كزة مرة على بعضها تقلقيش هو كده كده اساسا مش هيقطع بالراحة كده اهو جيب السكينة بالراحة وهقطعها او المقص زي ما انت عايزة وقطعيها بالراحة كده زي ما انت شايف انا كده خلاص جهزة معي اهيت كده انه يوقف كده معي عالتسوي تمام زي ما انت شايف كده انا عايزة يوصل معيك بالشكل ده كده خلاص انا هركينه بقى دلوقتي وهكمل بقى الكمية معيك وبنرجع عشان نشوف هنسويها زي ما بعض تمام بصوا يا بنات هو كده خلاص انا كده جهز معي اهو كمية بتاعتي كده خلاص جهزة معي اهي يا بنات بصوا كلها بقت بنفس الطريقة تمام زي الفل كده اهي انا كده خلصت طب انا هسوي ازاي بقى اه هسويها لكم انا بصوا هقولكم كزا طريقة هنسوي بيها هم كلهم حلوين جدا اه هو فيهم واحدة انا اه بحبها اكتر منهم كلهم اه وهي ان انا شوي على الفحم تمام طيب انا هشوي على الفحم ازاي انا بولع الفحم بتاعي وباخد اللي وراك بتاعتي وبارسهم على الشبكة بتاعتي اللي انا بشوي عليها الفراخ المشوية العادية بقفل عليه الشبكة بس اخدوا بالكو يا بنات انا ما بقفلش الشبكة جامد عشان بصوا لو ضغطت عليها جامد كده هيفرقع مني وانا مش عايزة كده انا ههويها ههويها على قد ما اقدر مني دوبك هقفل عليها عشان ما يقعش مني وهسوي على نار هادية جدا تمام وبعد ما يستوي من هنا ومن هنا ويحمر من هنا خلاص هو كده تمام طيب انا بقى عايزة استسهل ومش عايزة سوي على الفهم عايزة اسوي مسلوق حلوة قوي اجيب الورك بتاعي هجيب ورق فويل هغلف في الورك بتاعي بالورق الفويل وقفل عليه من كل طرف وبعدين بيجيب مية بتغلي بحطي فيها ورقتين لورة على حبيتين حبهان بصل والمية بتغلي او حطي بقى الكمية طيب اللي انت عايزها زي ما انت عايز بحنزل بها بورق الفويل في المية لحد ما بيستوي وبعدين بخرجه بفكه من الفويل بتاعه وبحمره يبقى خلاص كده جاهز سواء بقى تحمريه في الزيت في ثمنة في الفرن وهو لسه بالخيط يا بنات اقعد فكه الخيطة بلما تحمره بعد ما بيتحمر خلاص هو خلاص كده جاهز معي وهفك الخيط طب انا مش عايز اعمله في فويل او انا ما عنديش فويل ايش مشكل هجيب حلة وهجيب طاصة هجيب حلة او طاصة او صانية او اي زي ما انت عايز معلقة ثمنة كبيرة معاهم معلقتين كبار زيت معاهم حوالي اربع فصو سطوم مدقوين على الناعم خالص او مبشرين على الناعم خالص وهنزل بالوراك في قلب السمنة او الزيت بتاعي تمام هنزل بالطوم وبعد كده هنزل على طول يا بنات على طول بالفراخ مش هستنى على الطوم يحمر حط على الوش ده تمام انا عايز ايضي طاصة كده اهي هنزل على الوش بتاعه يعني انا هنزل به كده الخيط ده هيبقى لكون فوق الخيط يا بنات هيكون لفوق مش هيكون هو اللي تحت لحد ما ياخد صدمة انا عايزة يكون المساحة عندي واسعة زي ما انتو شايفين كده كلهم كل واحدة اللي واحدها انا عايزة الصينية بتاعتي تكون تاخدهم كلهم اول ما اللي ده ياخد لون من تحت احمر من تحت وتشوح من تحت هقلبه على الناحية التانية دي بنات التدبيلة بتاعتي اللي انا كنت احطى فيها الوراك تمام بعد ما بتتحمر معايا الوراك تمام هعمل بها ايه انا مش هرميها بعد ما حطيت الفراخ على الوش ده وعا الوش ده خدت اللون بتاعي خلاص انا هنزل بالتدبيلة بتاعتي دي في قلب الطاصة او الحلة اللي انا اشتغلت فيها تمام هنزل عليهم بالتدبيلة دي عشان هتاخد معايا صدمة عشان وانا وانا بقلب لو في واحدة لزقة قبل مقلب يمانات خلاص وانا بقلبها ما تتهريش معايا الجلدة بتاعتها مش عايزة هتتهري ده هيديها طعم حلو قوي وفي نفس الوقت هتطعم الشربة بتاعتك وكمان هنزل عليهم وهما بيتشوحوا هسيبها كتير انا بسيبها بس تاخد تشويحة سريعة لان هي اصلا بتبقى ضعف من دي الجنب اللي فيه الخيط تمام الجنب اللي فيه الخيط هتوح التشويحة سريعة مش هغيبه قوي وبعد كده هنزل عليها بكوباية مية او كوبايتين مية علشان تعمل لي سوس كويس تمام كده خلاص لحد ما تستويه خلاص كده تمام طب عايزة طريقة كمان بيجيب بطاطس وبجيب قارب هتبل البطاطس بتاعتي ببصل وطماطم وطوم وخضرة على شبت وفلفل اخضر التدبيلة اللي انت عايزة تدبيليها whatever نوع التدبيلة هاخد الوراج بتاعتي دي هرصها على وش الصينية بتاعتي وهسويها كأنني بتصوي صينية بطاطس عادية بالفراخ فيش اي مشكلة وبعد ما تستوي هتديها لون على الشواية وبقلبها عن نحية التانية هتاخد لون كمان يبقى كده خلاص جهزة معاك كده انا سويته باربع طرق مش مسلوق بس انا كده عملت طرق اربع طرق كلهم احلى من بعض والله العظيم يبقى كلهم طحفة احلى واحدة فيهم المشوية على الفحم طيب كل الطرق دي بعد ما اخلصها اقدر ان انا اخد الوراج بتاعتي دي والحمام الكادب بتاعتي دي في بولة وبعد نولع فحمية صغيرة على النار وبطبق استلس الامونيا وقوم حطها او ورقة الامونيا عادية ورقة فوية عادية احط فيهم الفحمية وهطفي الفحمية بالسنة زي ما احنا متعودين هغطي عليها كده كده هتاخد طعم الفحم وهيبقى ايه طعمه حلو قوي تمام انا كده جاهز هو كده جاهز معايا خلاص اهو كده فاضل معايا التدبيلة بتاعتي انا هعمله على الفحم انا علما اجهز الفحم بتاعي هرسوهم عندي في الطبق بتاع التدبيلة هيرفع معايا التست بتاع الطعم كمان ويبقى يديني نتيجة احلى بكتير كمان تمام انا علما اولع بس الفحم كده هسيبه كمان في التدبيلة شوية رسو بالراحة كده مع بعضه هسيبه يشرب من التدبيلة شوية كمان اللي انا هولع فيهم الفحم لان انا هاخد لي حوالي ربع ساعة ونص ساعة لما الفحم يولى طب انا هروح دلوقتي وولع الفحم بتاعي هولع الفحم ازاي انا هقول لكم انا ترى الطرق سهل لتوليع الفحم انا تقريبا اقول لكم عليها قبل كده اول طريقة واحسنهم خالص ولا انا بفضلها يا بنات واحسن طريقة فيهم بالجاز بالجاز تأكيد يا بنات تأكيد الجاز مش البنزين اوعي تولعي بالبنزين البنزين بيهب بسرعة فبلاش بنزين خطر جدا بالجاز الجاز هيولع معاكي واحدة واحدة بتكسري الفحم صغير كده اكبر واحدة فيها تكون قد كده الحتة حتى لو كبيرة هتكسريها تخلي الواحدة قد كده وبعد كده بترسيه في الشوية بتاعتك وبتغرقي الجاز عمليه شكل هرامي تمام عمليه شكل هرامي كده ما تخليهش متفرد وشره به جاز شوية جاز حلوين كده تمام وفي مكان ما يكونش مقفول لبنات اهم حاجة ما يكونش المكان مقفول لبنات لو عملته ما تعملهش في قلب الشقة أبدا أبدا في البلقونة ماشي تمام وبعد انت ولعي ورقة وتحطي الورقة وابعيد إيدك يعني حديفي الورقة وابعيد إيدك سيبيه الحياة ده ما ينطفي خالص ويستوي الواحده ويبقى تمام اللي بيه واحدة واحدة كل شوية هيطلع النار تاني وترجع تهد خلاص تاني طريقة ان انت هتولعيه بورقة فيها زيت هتجيبي الفحم على بعضه وتقوري ورق كتير كتير وبلي زيت شربي الورق زيت زيت اللي هو القديم اللي بيبقى فاضل عندنا ده ما بنعملش بيه حاجة بدا ما بنرميه يعنيه ورميه في الفحم هيولوه على طول تالت طريقة ان انت هتجيبي خمس او ست فحمات ولعهم على البتجاز وحطيهم على الفحم او لو هتلاعي كمية قولي حطيهم كلهم على البتجاز وولعيه حطيه على الفحم وهوى عليها يولا اكتر طريقة انا بحبها وافضلهم خالص يا بنات واحسن طريقة او اسهل طريقة او اسرع طريقة هي الجاز جربيها هتعجبك هتولعي بيها على طول هنسيبهم بقى دلوقتي في تدبيلة بتاعتي لحد ما روح اولع على الفحم بتاعي وبعده هاخده اروسه على الشواية بتاعتي وقى شوي انا هسوي جهة جهة يا بنات يعني بصوا انا هحطه كده شوية وبعدين اقلبه كده شوية هحطه كده شوية انا مش بقلب الورك يا بنات انا بقلب الشواية نفسها مشيلي الشواية وقلبها يمين وشمال تمام لحد ما يستوي بالروح انا بسيبوش يستويه من حتة واحدة مرة واحدة انا بسويه واحدة واحدة هنا شوية وهنا شوية هنا شوية هنا شوية حتى ما يستوي تمام أنا هشويه وبعد ما أخلصه هوريهولكم عامل ازاي ونشوف احنا هنقدمه ازاي مع بعض بص يا بنات أنا كده خلصت شويته على الفحم زي ما قلتلكو أنا ولحت الفحم ازاي بعد ما خلصت شوية خالص جبت البولة دي وجبت شوية كسبرة وقطعتهم وفرشتهم في الأرضية بتاعة البولة وبعدين رصيت الحمام الكذاب رصيته وبعد كده حطيت على الوش شوية كسبرة كده بصوا بنات المشاوي بالزاد لما بتحطي عليها كسبرة وبتغطي عليها وهي بتبقى سخنة عليها بتاخد ريحة حلوة جدا من الكسبرة هو برا الريحة المميزة اللي بتجي من برا من المشاوي بتبقى بالطريقة دي بيبقوا نحطين على تحتها كسبرة وبيعملوها كده وبيغطوا عليها بصوا بتبقى عاملة تشوفوا شكلها بقى عاملة ازاي تمام واخدت لون حلوة قوي زي ما انتم شايفين كده أنا لسه يا بنات ما شلتش الخيط خالص منها وحطها في طبق التقديم ووريها لكم عاملة ازاي بصوا يا بنات أنا كده حطيتها في طبق التقديم شكلها حلوة جدا وطعمها احلى كتير ده حمام كذاب باللحمة المفرومة ومكس الجبن او الجبن المتزرر لزي ما انت عايزة شكلها حلوة قوي طعمها طحفة عندك عزومة جربية على ضمانتي هيعجبك جدا هتحبيه جدا انا هجيبلك واحدة افك معاكل الخيط مع بعض بصوا هي معايا اهي مش هياخد الطرف اللي مجدود قدامكم اهو انا هاخد خيط من الحتة مقفولة عشان اواريكو بس انا بشدها ازاي بصوا الحتة دي دايقة خالص اهي همسكو بالراحة منها هشدي شدي بالراحة تمام بتشدي بالراحة خالص معايا اهو تمام هيطلع معاقيك بكل سهولة خالص اهو واحدة واحدة حطي ايدي كده بالراحة اهو سمدي شدي هيطلع معيك بكل سهولة خالص ما فيهوش اي مشكلة تمام بس خلاص اتشاخ كله خالص معي اهو انا هقطع لكو بس عشان هوريها لكو هي عاملة ازاي بص يا بنات شايفين من جوا عامل ازاي حلوة قوي بصراحة والله احنا بنعشقه جروبيه الطعم مش عايز اوصفلك هو قدي ايه حلو حلوة قوي هيعجبك جدا هي فكرة جديدة اتجنيني وغيري كتير في الاكلات اتجنيني وحطي التطش بتاعك حطي الفكرة بتاعتك على الوصفة جديدي ما تخديش الوصفة بعينها وتنفذيها بالزبط لا كل واحد عنده فكرة كل واحد لي وجهت نظر في حاجة معينة كلنا شاطرين وكلنا بنعمل احسن حاجة بس كل واحد عنده فكرة مختلفة بنحطها على الوصفة بتغيرها تماما جديدي غيري جربيها هتعجبك جدا وان شاء الله تجربوها وتعجبكو واشوفكو على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة